موسيقى نشأة التسعى براششة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين المؤتمر الوطن العام يفوض عود عبدالصادق برئاسة وتشكيل فريق الحوار ويقرر الذهاب إلى جنيف للمشاركة في جلسة الحوار مجلس الشورى مجاهد درنة وضواحيها يعلن مقتل عنصر تابع لما يعرف بتنظيم الدولة بمنطقة الساحل ويؤكد أن التنظيم استهدف منزل مواطن بقذيفة هون في حي البلاد مديرية أمن الكفرة تقول أن 22 شخصا اختطفوا خلال شهر الغصص الماضي من قبل مجموعة إفريقية مسلحة موسيقى أهلا بكم ما أكد عضو المؤتمر الوطني العام سعود البغدادي أن المؤتمر فوض للنائب الأول رئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبدالصادق رئاسة وتشكيل فريق الحوار المرتقب مشاركته الخميس والجمعة في حوار جينيف وأوضح البغداد لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اختيار عبدالصادق لهذه المهمة جاء إثر حصوله على 44 صوتا من أصل 80 مشيرا إلى أن الرئيس الجديد لفريق الحوار بوسعه تشكيل فريق جديد بالكامل أو الاستعانة بخدمات الأعضاء الذين لم يقدموا استقالتهم كأعضاء وأو مستشارين على غرار محمد العماري وعمر حميدان وأضاف البغداد أن عوض عبدالصادق يحظى بأثقة والحظوة بين أعضاء المؤتمر الوطني العام قال رئيس البعثة الأمامية إلى ليبيا برناردين ليون أن التوقيع النهائي سيتم بعد التوافق على جميع عناصر الاتفاق السياسي من بينها الملاحق وأسماء حكومة الوحدة الوطنية وأوضح ليون خلال لقائه بعدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام باستنبول أنه يمكن البدو في تنفيذ الاتفاق النهائي في العشرين من أكتوبر القادم مضيفا أن التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي في الصخيرات ومجرد جزء من العملية السياسية بكاملها ودع المبعوث الأمامي لليبيا المؤتمر الوطني لمؤاصلة المشاورات وتقديم مختلف وجهات النظر لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن هذا وقد اجتمع أعضاء المؤتمر الوطني العام لدراسة موقف المؤتمر من المشاركة في جلسة الحوار المزمى عقدها غدا وبعد غد بجنيذ ويأتي هذا الاجتماع غدا تلقاء في اسطنبول عقده أعضاء في المؤتمر الوطني مع بعثة الأمم المتحدة وقال عضو المؤتمر الوطني العام محمد تكالة في مؤتمر صحفي باسطنبول إنهم متمسكون بتضمين جميع التعديلات التي تقدم بها قبل الدخول في أي مناقشة في الحوار القادم لقاء 27 عضوان من المؤتمر الوطني العام يمثلون جميع المدن والتوجهات السياسية في اسطنبول قال المبعوث الأممي لليبيا برناردين اليون أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي سيكون بحلول العشرين من سبتمبر الجاري مضيفا أن البدء في تطبيق هذا الاتفاق سيكون بحلول العشرين من أكتوبر القادم اليون أوضح أن التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي في الثاني عشر من يوليو الماضي في مدينة السخرات المغربية هو مجرد جزء من العملية السياسية بكاملها داعيا المؤتمر الوطني العام إلى مواصلة المشاورات وتقديم مختلف وجهة النظر لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن أشجع المؤتمر الوطني العام وأشجع جميع الليبيين على الانقراط في الحوار وعرض وجهة نظرهم ومحاولة التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن ويمكن أن نستخلص من هذا اللقاء أن الوقت ضيق ونحن بحاجة إلى الإسراع للتوصل إلى اتفاق نهي المبعوث الأممي شار إلى أن الوقت ضيق ويجب الإسراع في التوصل إلى اتفاق سياسي موذحا أنه تم خلال لقاء إسطنبول بحث النقاط الخلافية التي تقدم بها المؤتمر الوطني ولكنه لم يؤكد مشاركة المؤتمر من عدمها في جلسات الحوار المزمى عقدها الخاميس والجمعة في جينيف من جهته قال المؤتمر الوطني العام أنهم متمسكون بتضمين جميع التعديلات التي تقدم بها قبل الدخول في أي مناقشة في الحوار القادم سيتم تضمين جميع طلبات المؤتمر الوطني العام التي قدمها قبل الدخول في أي مناقشة في الحوار القادم ومع تأكيد اليون أن توقيع نهائي للاتفاق السياسي سيتم بعد الاتفاق على جميع العناصر من بينها الملاحق وأسماء حكومة الوحدة الوطنية قال مجلس النواب أنه اعتمد 12 إسما من مرشحه لحكومة الوحدة بالإضافة إلى ترشيح عنصر نسائي وثلاثة آخرين للمكونات يمثلون التب والتوارق والمزيغ سيتم إعلانهم لاحقا قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أنه على جميع الأطراف لابتعاد عن ترشيح شخصيات جدلية لتولي منصب في رئاسة الحكومة وهو ما قد يؤدي إلى إفشال الحوار الوطني برمته ونوه صوان في تصيح على صفحة حزب العدالة والبناء إلى أن اختيار هذه الشخصيات سيؤدي إلى رفض الحكومة بالكامل من بعض أطراف الحوار وطيف من الشعب الليبي وأكد صوان أن الحزب ليس حريصا على ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة قد رحصه على نجاحها والإسهام في اختيار قياداتها من الشخصيات الوطنية دع عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي صلابي لتنظيم انتخابات جديدة في البلاد معتبرا أنها تمثل الطريقة إلى حل الأزمة الراهنة في تصيحات لوكرة قدس بريس أوضح صلابي أن تعيين حكومة برعاية أممية عبر تسوية سياسية سيحرم الليبيين من حقهم في اختيار حكامهم إذا لم تكن مهمتها هي الإشراف على انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الليبي وأضف أن أي حل لا يحترم أحكام القضاء الليبي سيكون وصمة عار في جبين الساسة الليبيين معتبرا أنه إذا تمكن الفرقاء من التوصي إلى حكومة توافق فإن مهمتها الأساسية يجب أن تكون الإعداد والإشراف على إجراء انتخابات برلمانية تكون معبرة عن إرادة الشعب وأن لا تهتم بأمور أخرى ثانوية على حد تعبيره أفاد مصدر بالمكتب الإعلامي لمجلس شراء مجاهدي درنا وضوحيها بمقتل عنصر تابع لتنظيم الدولة بمنطقة الساحل وضف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التنظيم حاول التقدم في منطقة الساحل من جهة شركة تحرية المياه إلا أن قوات المجلس تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع نافيا سيطرة عناصر التنظيم على أي من مواقع منطقة الساحل حسب قوله من جهة أخرى أعلن مصدر بمدينة درنا فضل عدم الكشف عن هويتهم أن ما يعرف بتنظيم الدولة استهدف منزل مواطن بقذيفة هون وهو ما تسبب في وقوع أضرار مادية بالمنزل وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المنزل يقع في حي البلاد وسط المدينة مشيرا لأن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها تنظيم الدولة المتمركز بمرتفعات الفتايح منطقة وسط البلاد ونبقى في درنا حيث تشهد المدينة منذ أيام أزمة في الدقيق وهما أجبر العديد من المخابز على إغلاق أبوابها أمام المواطنين وقال مصدر بالمدينة فضل عدم الكشف عن هويته أن العشرات من المواطنين اصطفوا في ساعات الصباح الأولى أمام المخابز التي لا يكفي إنتاجها جميع المواطنين وهما دفع البعض لإعداد الخبز في بيوتهم بحسب قوله أكد الناطق باسم مديرية أمن الكفرة محمد خليل أن 22 شخصا اختطفوا خلال شهر غصص الماضي بالمدينة من قبل مجموعة إفريقية مسلحة دون ورود معلومات عنهم وفد خليل قناة ليبيا لكل الأحرار بأن المجموعة المسلحة تملك أكثر من 20 سيارة دفع رباعي تتمركز في الطريق بين جال والكفرة منوها إلى أنها تقوم بعملية سطو مسلح وقطع الطريق أمام المسافرين وأوضح خليل أن هذه المجموعة أطلقت النار على سيارة كانت تقل أسرة وهو ما تسبب في إصابة طفلة واختطفت الأب كما استهدفت سيارة إصعاف واختطفت طاقمها في سياق آخر أفاد عضو المجلس البلدية الكفرة مفتاح أبو خريم بتجدد انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب أحياء المدينة منوها إلى أن شبكة الكهرباء بمحطة المائتين وعشين والمحطات الرابطة بمحطة الكفرة الجديدة تعرضت لأعطاب كبيرة وأضف أبو خريم قناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة تشهد اليوم هدوءا حذرا وتوقفا للاشتباكات مع سماع إطلاق نار عشوائي من حين لآخر وأشار أبو خريم لأن المجموعات المسلحة الموجودة بالمدينة تتكون من شاديين يقومون بترعيب المواطنين وبأعمال خطف وسطو مسلح مناشدا الجهات الرسمية التعامل مع الجهات الأمنية بالكفرة والتصدي لها أكد الناطق باسم غرفة عمريات أوباري مجبهن استعدادهما التام لتصدي للعمريات التي تقوم بها من وصفها بالمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعد رواج أنباء تفيد بتحركات هذه المجموعات بمنطقة مرزن وأضف أبو هن لقناة ليبيا لكل الأحرار أن جهود المصالحة التي يبذلها عيان جبل نفوسة وحكمائه من أجل إنهاء الصراع بين قابلتي أتبو والطوارق ما زالت متواصلة موضحا أنه لم يتم إلى حد الآن توقيع اتفاق هدنة بين الأطراف المتنازعة بالمدينة أفاد رئيس قسم التحر بمركز شرطة القرد يحيى شوائل بأن هناك عمريات سطو مسلح تحدث في سبهة من حين لآخر مشيرنا إلى أن الوضع الأمني بالمدينة شهد تحصنا هذه الأيام مقارنة بالفترة الماضية وأضف شوائل قناة ليبيا لكل الأحرار أن انتشار السلاح بين المواطنين هو السبب الرئيس في عمريات السطو مؤكدا أن الجهات الأمنية تتبذل مجهودات كبيرة للتصدي للجماعات الخارجة عن القانون من أجل فرض الأمن بالمدينة حسب قوله قال رئيس اللجة الأمنية سرطة اسماعيل عبدالعالي أن تنظيم الدولة بسط سيطرته بالكامل على مستشفى من سينة بالمدينة وأضف عبدالعالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الطلعات الجوية التي تقوم بها رئاسة أركان القوات التابعة للمؤتمر الوطني ما زالت مستمرة قيلا أن الوضع على الأرض ما زال على حاله والسنكر رئيس اللجة الأمنية سرطة السعي للقيام بانتخابات بلدية في المدينة الأسبوع المقبل موضحا أنه لا يجوز قانونيا إجراء انتخابات ونصف السكان نازحون والمدينة خارج سيطرة الدولة وأضف عبدالعالي أن ما تحتاجه سرطة هو لجة أزمة لمعالجة المشاكل وليس مجلسا بلديا يعمل من خارج المدينة إلى بنغازي حيث أفاد مصدر بمجلس شرى ثوار المدينة باندلاع اشتباكات في منطقة الليثي محور طريق النهر ومنطقة الهوار بشارع المركبات وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اشتباكات منطقة الهوار كانت الأعنف بسبب محاولة قوات تابعة لحفتر التقدم باتجاه مستشفى الهوار مضيفا أن طائرة عمودية تابعة لقوات حفتر قصفت بشكل عشوائي عدة مواقع بمنطقة الصابر وهو ما ألحق ضررا بالغة بالمباني بحسب المصدر أثارت عمليات القتل التي طالت عددا من مشايخ مدينة بنغازي بعد اختطافهم الأيام الماضية من قبل مجموعات مجهولة ووجدوا جثثا هامدة عليها أثار التعذيب أثارت ردود فعل متباينة بين من اعتبر أن غياب الدولة شجع على تفاقم حجم الجريمة بالبلاد ومن ذهب إلى أن جميع الاغتيالات التي وقعت في بنغازي أهدافها سياسية التقرير الآتي يستعرض بعض هذه الردود عدم وجود دولة بالمعنى الحقيقي للتصدي للجرائم في البلاد أدى إلى سهلة تنقل المجرمين هذا ما أكده رئيس مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان محمد عبد المالك في تعليقه على اغتيال عدد من المشايخ في بنغازي عبد المالك رأى أنه يجب تخصيص الوقت الحالي لتوثيق جرائم الاغتيالات متابعة هذه الجرائم ليس من السهل ولكن الآن مرحلة توثيق ومرحلة تدوين ومرحلة رصد لهذه الجرائم بعد ذلك عندما تستقر البلاد بعد ذلك نطالب بالمحاكمة ونطالب بالتحقيق عضو لجنة الأزمة بنغازي سعد بيدي طلب منتسبي عملية الكرامة بالعدول عن موقفهم متهما إياهم بالتورط في عمليات اغتيال المشايخ التهمة والإصبع للاتهام موجه بالدرجة الأولى لما تسمى بعملية الكرامة من حيث المكان الذي وجدوا فيه مقتولين ومشوهين الأمر الآخر نحن نجد أن هناك خط معين وقد اعترفوا بهم في فيديوهات سابقة أنهم قصدوا هؤلاء المشايخ واعترفوا بها حرفيا إلى ذلك رأى المحالل السياسي والعسكري عاد العبد الكافي أن جميع الاغتيالات التي وقعت في بنغازي أهدافها سياسية مشيرا إلى أنه قد ثبت تورط حفتر وعناصر من النظام السابق فيها هؤلاء لم يكونوا طبعا أبواق لخليفة حفتر لذلك هم هدف أساسي لخليفة حفتر ما حدث في بنغازي في السابق سواء كان من ادعاءهم من ما يصل إلى 500 حالة اغتياج بنغازي ولم يثم الوصول إلى أدلة على العكس جميع الأدلة أشرت إلى بقاء النظام السابق فيما حمل رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمع العمامي مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن عمليات الاختطاف والقتل التي تشهدها مدينة بنغازي عمليات القتل والخطف التي تشهدها بنغازي من حين لآخر زادت من مخوه السكان المدينة الذين يعيشون على وقع حرب طاحنة منذ أكثر من 16 شهرا استنكرت دار الإفتاء ما وصفته بالاعتذاء على الآمنين من أهل العلم والدعاة والأئمة والمحفظين لكتاب الله وتعذيبهم والتنكيل بهم والتمثيل بجثثهم وانتهاك حرومات بيوتهم في بنغازي وفي بيان لها أشارت الدار إلى أن بعض الأئمة اعتدى عليهم المجرمون في بيوت الله وسحبوهم من بين المصلين دون مراعاة لحرمة المسجد أو أهله ودعت الدار الليبيين لسيما أهل بنغازي إلى أن يتقوا الله في أنفسهم ويوحدوا الصفوف ويأخذوا على أيدي المجرمين وأن يحموا العلماء ويحرصوهم ويدافعوا عنهم لأن موت العالمي ثلمة في الإسلام ورزية في الدين على حد تعبير البيانة أهابت جامعة بنغازي بجبيع الطلبة وعضاء هيئة التدريس بأن موعد استئناف الدراسة والامتحانات سيكون في الخامس من سبتمبر الجاري وأكدت الجامعة في قرارها أن تقوم كل كلية بتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات حسب خصوصي كل كلية اعتبارا من التاريخ المحدد لاستئناف الدراسة وألزم قرار الجامعة الكليات بإجراء امتحان تعوضي في جميع المواد للطلاب المنتسبين والملتحقين بالجيش والقوات المساندة له والنازحين داخل بنغازي وخارجها قبل بداية العام الدراسي القادم بعد إثبات وضعهم بمستندات رسمية نشطنا متواصلة وفيها لجنة العمل بهيئة صياغة مشروع الدستور تؤكد انتهاءها من كتابة مسولة الدستور بشكل كامل وتقول إنها ستعرضها للنقاش في العاشر من سبتمبر الجاري المؤتمر الوطني العام يفوض عوض عبدالصادق بالرئاسة وتشكيل فريق الحوار ويقرر الذهاب إلى جنيفا للمشاركة في جلسات الحوار مجلس شورى مجاهد درنا وضواحيها يعلن مقفل عنصر تابع لما يعرف بتنظيم الدولة بمنطقة الساحل ويؤكد أن التنظيم استهدف منزل مواطن بقذيفة هون في حي البلاد مديرية أمن الكفرى تقول إن 22 شخصا اختطفوا خلال شهر غصص الماضي من قبل مجموعة إفريقية مسلحة يقيم عدد من النازحين من تورا في مخيم طريق المطار بطرابلس في ظروف معيشية صعبة ويتطلع هؤلاء النازحون إلى رفع معاناتهم المستمرة منذ أربع سنوات المزيد في التقرير التالي بسمة على هذه الوجوه البريئة رغم قساوة الظروف وشظف العيش في هذه المساكن التي لا تقي حر الصيف ولا برد شتاء يعيش المئات من نازحية ورغة في مخيم طريق المطار بطرابلس أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة فبالإضافة إلى انقطاع الرواتب يشكو هؤلاء من غياب الأمن وحرمان أبنائهم من الدراسة فضلا عن مشاكل في الحصول على الأوراق الثبوتية لأطفالهم كان يفترض أن في جهات أمنية تضبط شوية المخيم من حيث العصابات المسلحة الاعتدادات التي تحدث للمخيم نهيك على أنه عاني حقيقة من ناس لم تتقادم مرتباتها خمس سنوات لم يتقادم مرتبات هؤلاء الناس مرتباتهم حقيقة وقفة أنه عاني أيضا منطلاب جامعة الآن هذه خمس سنة لم يدرسوا كان يجب أن يكون في تسوية ملفات عالقة بيننا وبين شقائنا في مصراتها حقيقة أنه يوفون بهذه الأشياء نهيك على أننا لدينا أطفال أيضا وردوا في المخيمات لم يسجلوا بسجل مدني جولة في المكان تظهر حجم الأزمة التي يعيش فيها هؤلاء النازحون مساكن متهالكة واقتضاظ كبير وضعف في الخدمات الأولية وتكدس للقمامة وترد في الأوضاع الصحية أوضاع دفعت من أجبروا على اللجوء إلى هذا المكان إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالتفاتة ولو بسيطة في ظل هذه الظروف التي زاد من تأزيمها البعد عن الديار يبقى أهم مطلب يتردد على كل الألسنة هو العودة إلى مناطقهم الأصلية كل يوم جاينا جاردين علينا إحدا يداتي في الطريق فكوهن مني في الطريق باللتل ذهب ونسنه حال بلادنا غادي حتى نعيشه على الحطبة نعيشه بالصحب وندوره وخيم خيرا نمين للعام الرابع على التوالي تستمر مشكلة نازحي تورغة ويتواصل معها تطلعهم إلى تسوية قريبة لأزمتهم قد تعيدهم إلى مساكنهم وتنهي معانتهم المستمرة قال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر فرع زوارة عمر الخامسة النجمالية الجثث المهاجرين غير النظاميين التي تم انتشالها وصل إلى 158 جثة بعد انتشال جثث جديدة وأوضح الخامسة أن فرع الهلال الأحمر زوارة تلقى معلومات عن وجود جثث قذفها البحر على شواطي منطقة بوكماش التي تبعد عن مدينة الزوارة 40 كيلو مترا وأضف أن فريق الهلال الأحمر توجه إلى المنطقة وانتشل 17 جثة منها ثلاث جثث تعود لأطفال صغار يشار لأن قاربا كان يحمل مهاجرين غير نظاميين غرق الخميص الماضي قبل تسواحل مدينة الزوارة وتسبب في مقتل العشرات ثم تبليغنا أننا فيه عدد من هذه الجثة في مطقة بوكماش اللي تبعد 40 كيلو تقريبا من مدينة الزوارة بعدين نشاهد فريق انتشال جثة من جرائية الهلال الأحمر فرع زوارة من العين المكان تبدأ أن وجدنا أننا فيه حوالي 17 جثة منهم ثلاث أطفال قالت مقررة لجة العمل بالهيئة التاسسية لصياغة مشروع الدستور نادي عمران أن اللجنة انتهت من كتابة مسودة الدستور بشكل كامل وأوضحت عمران في تصيح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اللجنة استندت في كتابتها للمسودة على عمل اللجان النوعية والمناطقية مشيرتان لأنها أخذت بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء ومخترحات النشطاء حتى تتناسب المسودة مع كافة الأطياف على حد تعبيرها وأكدت مقررة لجة العمل أن الهيئة ستعقد اجتماعا في العاشر من سبتمبر الحال بمدينة غدامس لمناقشة المسودة بشكل نهائي والتصويت عليها حسب قولها أوضحت مقررة لجة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادي عمران في نشرة سابقة أن رئاسة الهيئة وجهت رسالة إلى المكونات تطالبهم فيها بضرورة العودة إلى الهيئة التأسيسية لمناقشة المواضيع التي تخصهم مع لجة العمل وتحديدها تحديد المواضيع التي يسمح لهم أو من الممكن أن يكون عندهم رأي خاص فيها ما عدا اللغة والهوية وطلبت منهم أن في حالة الخلاف مع لجة العمل في موضوع معين فيحول أو يحال إلى الهيئة لتأخذ قرار نهائي في هذا الموضوع قال المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفطة عمراد زوين متوسط انتاج النفط من ميناء البريغا وحقل سرير خلال شهر غصص الماضي وصل إلى 225 ألف برميل يوميا وأوضح زوين لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تردي انتاج النفط ناجم عن توقف حقول النافورة والبيضاء وماجد عن العمل بسبب الاحتجاجات ومشاكل الكهرباء وأضف المتحدث باسم شركة الخليج أن التصدير يسير بشكل جيد حسب الجدول المعد من قبل المؤسسة الوطنية للنفطة مشيرا إلى أن هناك مساعي تجري الآن لفتح حقل النافورة قال مدير المكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبيا محمد أبو سعدة أن يوم الجمعة القادم سيشهد انطلاق ولرحلة لحجاج بيت الله الحرام وأضف أبو سعدة لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه ستخص ثلاث رحلات يوميا بمعدل رحلة من مطار مايتيغا ومسرطة بالإضافة إلى مطار الأبرق وأوضح مدير مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية أن عدد الحجاج في كل رحلة سيصل إلى 750 حاجا مشيرا إلى أن الطائرات المخصصة لرحلات الحج ستكون من نوع إرباص 330 إلى عنوان النشرة المؤتمر الوطني العام يفوض عود عبدالصدق برئاسة وتشكيل فريق الحوار ويقرر الذهاب إلى جنيفة للمشاركة في جلسات الحوار ومجلس شرع مجاهد درنا وضوحيها يعلن مقتل عنصر تابع لما يعرف بتنظيم الدولة بمنطقة الساحل ويؤكد أن التنظيم السادف منزل مواطن بقذيقة هون في حي البلاد مديرية أمن الكفرة تقول أن 22 شخصا اختطفوا خلال شهر غصص الماضي من قبل مجموعة إفريقية مسلحة ختمونا الشهر في عمالة اشتركوا في القناة